العائلية والجلسات المديحية والثقافية أحيان لهاي مناسبة الدينية العظيمة في معظم أحياء عاصمة ولاية الترارزروسو وعلى مستوى الأسواق تبرز المظاهر المخلدة لذكرى المولد النبوي الشريف يزداد الطلب على أسواق الملابس ويكثر الإقبال على محلات الزينة خلال هذا اليوم الذي يحتفل به السكان المحليون هنا ويستحضرون فيه شمائل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من ليلة 12 حكما تبدأ المدايح وتبدأ الزيارات والصدقات والذي كامل عنده شي جديد والله قديم المدح يقدمه في المنابر وفي الريف وفي الخيام والبوادي هذه ذكرى المولد النبوي الشريف عادة هنا في روسو يخلق فيه أماس ثقافية وصحرات من المديح النبوي والناس هنا موليد الجابر فيما بينها ويصيل بعضها لبعض تتلخص مظاهر الفرح بهذه الذكرى على مستوى مدينة روسو في إحياء روح التكافل والتعاون والتركيز على تدارس الشمائل المحمدية والاحتفاء بمختلف محطات حياة الرسول الكريم وانتصارات وبطولات أصحابه نحن نعدلوا نشروا لباس جديدة نلبسوها نوكلوه نشربوه نوسع نقيسوه عند حل ناس الموذيهم ونعدلوا ندونه ماشاء الله تبارك الله حزين عنده يا مصطفى من قبل نشأة آدمي ويكونوا لنفتح له إغلاقه ويروم مخلوقهم ثنانك بعدما أثناء على خلاقك الخلاق لا شك أن هذه ذكرى عظيمة ذكرى المولدين صلى الله عليه وسلم ويا الله مسلمين مشارق هذه المغاربها يحتفل فيها كاملين ويخلدوه واستحضروا فيها الشمائل صلى الله عليه وسلم وتعد ذكرى المولد النبوي الشريف من أبرز المواسم الدينية التي يتم إحياؤها هنا من طرف سكان المدينة بجملة من الأنشطة الدينية والثقافية طيلة شهر المولد عبد الودود والسدنة الموليتانية مدينة غروسو